عَلِي مِنْ عُمَانِ آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس هذا القسم الأول القسم الثاني أن آل محمد عليه الصلاة والسلام هم أتباعه إلى يوم القيامة أتباعه إلى يوم القيامة والقسم الأول أيضا يدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا ونساء النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيت الذي في التحيات المقصود اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد آل محمد ذريته وعشيرته والصحابة ومهات المؤمنين وجميع أهل الإسلام إلى يوم القيامة هذا المقصود بآل محمد الذين جاء ذكرهم في التحيات